كثيرة هي الأفكار في خيالات الناس لكن القليل منها ما يتحول إلى فعل على أرض الواقع بدأت الفكرة تدور في رأس الدكتور سامي الحاج مع اجتياح وباء كورونا للبلاد في ظل تدهور اقتصادي وصحي قد يمنع الكثير من المواطنين العاجزين عن دفع تكلفة استشارة طبية في حالة أصيبوا ببعض أعراض الوباء جت للفكرة أنه يا أخي هذولا هم الطبقة المتوسطة فيما بالك بالكادحين والناس المتواجدين في الشارع والمشردين والذين لا يمتلكون منازل فلا يجب علينا فقط أن نختزل العلم والاستشارات على طبقة معينة فجت للفكرة هذه أنه أحط اللافتة على السيارة ويعني على طول الطريق أي شخص ممكن يوقفني وأنزل استشيره إذا كانت حالته قد تكون اشتباه أو مؤكدة مثلا بالفيروس أنصحه أنه يتواصل على طول مع الوزارة لتلقي الدعم أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية بهذه العبارة وجه الدكتور سامي دعوته للمواطنين ولزملائه لاتخاذ خطوة مماثلة تساعد في التخفيف من وطأة ما يمر به المواطنون لاقت الفكرة تشجيعا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كونها تحث على أهمية إسهام كل فرد في المجتمع في الحرب التي يخوضها مع وباء كورونا خصوصا وأن القطاع الصحي في البلاد على حافة الانهيار ورأى الكثيرون منهم أن التوقيت مناسب نظرا لإغلاق معظم المستشفيات أبوابها في وجه الراغبين بالحصول على استشارة طبية لسيما الذين بدت عليهم الأعراض الشائعة لوباء كورونا بالإضافة إلى امتلاء أسرة المستشفيات التي خصصت من أجل استقبال الحالات المؤكدة بالإصابة كما أن الكادر الطبي خلف أسوار المستشفيات يواجهون حربا أكبر من طاقتهم دون دعمهم بأي إجراءات وقائية تساعدهم في الصمود والاستمرار فأصبحوا ضمن قائمة ضحايا الوباء